مرحبا جميعا نعود بحلقة جديدة من سينماك معكم منال العويبيل وأنا طارق الخواجب اليوم نستعدنا بشكل متجدد أن تكون معنا ريّ أبي راشد في فيلم من عام 2015 أتمنى أن تكون سنة سعيدة سينمائية بالنسبة لك وقتها أي كانت سنة كتير غنية بالأفلام الجديدة ومنافسة كتير كبيرة أنه هلأ عم نوصل للأوسكار منافسة كتير كبيرة لباست فيلم بالأوسكار والفيلم الذي عم نتكلم عنه الليلة كان على وشك أنه يفوز بالجائزة الكبرى ولكن سبوتلايت فيز محله طيب إحنا عشان بس يعني أعطي لكم تشويقة صغيرة بس نبقى نتكلم عن الفيلم الفيلم يعرف باسمين الاسم الرسمي اللي هو اسمه ريفنونت لكن الجانب الثاني اللي هو يعرفون الناس أو بشكل شعبي الفيلم الذي ناله على أساسه ليارد ديكابريو أخيرا جائزة الأوسكار صح الفيلم طبعا هو يعني خلني أقول امتداد لمسيرة مميزة جدا اللي مخرجو اللي هندرو ونراتيو فهو يعني عرف عند الجمهور وبعدين بابل بعدين بشكل أكبر في بيردمان ثم بعد ذلك في ريفننت يعني خلني أقول يعني صار له حضور كبير جدا الثيما اللي يعني عرف فيها الفيلم وأنا بو ما أدري أني بنتفك على هذه النقطة ولا بنختلف مبدري أنه هي ثيمة تدعي أنها هي رحلة نجاة لكن في نظريات نقدية تقول هي رحلة انتقام نينيتون رحلة كل شي أنت تميلي لأكثر إيش أول شي أنا بد أقول عن هالفيلم أنه عندي عواطف مختلفة لهالفيلم حرفيا وكفيلم كريتيك وماستر كلاس بالإخراج وبالتمثيل مش بس ليونادو ديكابريو وطوم هاردي وكل فريق عمل الفيلم شخصيا هيدا منه فيلم منقعد من حد كابوتشينو وشوية وناسا ومنحضروا وهيدا فيلم لازم الواحد يخذ نفس عميء لا يحتروا بقى باعتبروا من الماستر كلاسز أنا الأفلام الأفلام يعني منحضرها لنشوف كيف المخرج عم يشتغل صح الفيلم يعني هو مبني على قصة يعني أو مبني على رواية كتبة عن قصة حقيقية صح القصة كانت تتكلم عن هيو غلاس اللي هو يعني خلني أقول كان فاعل بشكل كبير جدا في الدور اللي كان مرتبط بالنشوب الحرب من قبال السكان الاصلين في مناطق الصيد والبيع الفراء للشركات اللي كانت تسوقوا للتجارة وكان أيضا يعني أظن واحدة من الخيارات المميزة للمخرج أنه كان اختار المناطق الطبيعية اللي هي شمال أمريكا وجنوب كندا وكان أيضا حتى في مواقع تم تصويرها في الأرجنتين وكان أيضا يعني خليني أقول واحدة من الانجازات الكبيرة يعني عطفة على كلام ريها اللي هو التصوير السينما تقرافي حق العمل كان يعني أخاذ جدا ولأنه نحن أن لوكيشن بها الفيلم المشاهد كأنه عم بيشترك بمهامرات الفيلم بتجربة الفيلم مش إن هيك أصر أليخاندرو جونزالس إن يريد أنه يصور كل شيء على الطبيعة بلا فيجول إفكس لأنه نحس كل اللي بيمروا فيها الشخصي لا أقول برضو السينما توقرفي يشتغلوا عليه اللي هو المبدع لوبيسكي كانوا يقولون يعني أنه الفريق التصوير كان بشكل كبير يعني أكادون يدعون أنه هو أصعب فيلم مر على هوليوود هذه النوعية من الوراء الكواليس اللي يحصل فيها وكلها التعب وكلها المصاعب لما تتكلم عن قصة هي بنفس الفكرة تقدم هذه التجربة الصعبة وتجربة تسيرفايف يعني من اتجاه الطبيعة اتجاه الأعداء اتجاه الظروف وجود فيها الفيلم تتكلم على تجربة كاملة أنا حاسة كانت جزء من خطة ما أدري هي مقصودة أو غير مقصودة أن نعطي الانطباع التام داخل المشاهد وخارجها أنت زي ما يمكن المشاهدين يعرفون أو اللي قد سبقوا شافوا تريلر أو لقطات منه أن الفيلم طول الوقت يحدث في بيئة باردة جدا عواصف تلجية النجوم كلهم كانوا يعيشون هذه الظروف بشكل حقيقي وهذا جزء من تجربة يعني لخانر جونزالس المخرج أنه فكرتها أنه أبغى التجربة حقيقية جدا أحيانا هذه كأنها لعنة الأكتر مثل اللي هي بس بشكل أنه داركتر مثل فعيش التجربة هذه هو اللي أحسها واحد من أسباب نجاح الفيلم صراحة أي يعني ما بتحس أنه كان فيل تريلرز للنجوم وكل شي ولا لا عاشوا تجربة الفيلم يعني أكيد مش كليا لكن أكيد بالمناخ وأكيد باللوكيشن وأكيد بالصعوبة وبالوصخ وكل شي يعني عاشوا التجربة كأنهم هن فيها بالحياة وأظم أحد من الأشياء الجميلة رأيه ومنال في الفيلم اللي هو أنه أيضا هو يعتبر نقطة تحول كبيرة جدا في مسيرة الممثلات الرئيسيا يعني على صعيد توم هاردي هذا يعتبر عمل مهم جدا بالنسبة له أيضا يعني ليناردو يعني مسيرة قاعدة التوج صراحة بإنجازات رائعة جدا يعني كأنك تجدين إعادة تكرار لمسيرة اختيارات تنير ومثلا في بداياته يعني يتنقل في الأدوار أو الممثل الكبار الذين يحسنون دائما اختيار الأدوار اللي يمثلون فيها في الأفلام هل هذه لعنة على ديكابريونو دائما يتقارن بدي نيرو؟ لا لا لأنه أول شيء من أشهد المعجبين لدونيرو وأكيد مسل معه مؤخرا بكيلرز أو دي فلاور مون لا لا لأنه ما بيقارنوهم كأنهم نفس الموهبة بيقارنوهم كأفضل ممثلين من جيلهم السينمائي هيدا المقارنة بس ما بفتكر في مقارنة كمنافسة هي مقارنة دائما ككومبليمنت نحن الآن راح نناقش الموضوع الإنتاج والكواليس وما إلى ذلك لكن كنت أبوا أسألكم هل هو فيلم يشاهد مرتين؟ بالنسبة لكم يعني كذائقة حسب يعني أنا بحضره أول مرة لتقنية هالفيلم وتاني مرة للعوامل التاريخية للفيلم أنا كعاشقة سينما أكيد بحضره مرتين لأنه يعتبر مثل ما قالت الماستر بيسز من السينما هو صراحة فكرة أنا أحس أنك أنت مو بتشوفه مرتين أنت بتشوفه ألف مرات لأنه فيلم يعني عنيف ووحشي مثل كل الرجال وشتوقع أكيد أنا أظن أنه فعليا حدك لفكرة مشاهدته مرتين هو أول خطأ في السؤال هي هل ستشاهدوا مرة أخرى؟ فهي مرات أخرى وليست مرة أخرى يعني شوفت ألا تبقت في الشعوب لأني عادها إن شاء الله في الجزء الثاني نتكلم بتفاصيل أكبر فيما يتعلق بالإنتاج ومعنى ريا ومنال عويبيل ترجمة نانسي قنقر وحدة أظن من الأشياء الأساسية في الحديث دائماً عن هذا الفيلم اللي هو الرحلة الشاقة في الإنتاج وكل التفاصيل اللي أعتقد أن هي أيضاً توضفي نوع من الأسطرة على الفيلم هذا فيعني دائماً هو المخرج ناريتو يعني مثلاً دائماً عنده وهذا الاهتمام بالتفاصيل والعمل الشاق اللي هو البحث والهوس يمكن برده والبحث يعني عن تجويد العمل بطريقة تعتبر علامة فيه يعني أو دلالة على جودة عمله إن ياريتو بيحب يحسسنا بأفلامه يعني مثل أموريس بيروس 21 غرامز يعني نفس بعد نفس بعد نفس ما بيحبك تقعد وترتاح وتحضر أفلامه هو مش منها النوع من المخرجين بيحب أنه كل فيلم تكون experience بالنسبة للمشاهد و experience يعني عاطفية يعني هي الفكرة برضو إحنا اتفقنا أنه جميع الأفلام اللي مرتا حتى مثلاً في بابل لما يصور لك بعض المشاهد اللي هي مثلاً تتخيلين أنه أنك تعرف مثلاً إحنا مثلاً أبناء الصحراء نعرف التفاصيل لكن هو لما يروح لها يروح لها من زاوية ثانية لها زاوية لها دخل بكيفية عيش الأهل فيها وسائح فيها فيعطيك الزاويتين ويخليك ترتبكين أمامها نفس الشيء مثلاً الآن لما يعطينا هذه الثنائية في فيلم مختلف اللي هي point of view أو الجانب اللي يعكس مثلاً اللي هو الصياد هيو غلاس ونفس الوقت أننا قاعدين يشوف الفيلم إلى حد ما موجهت نظر النيتيب أمريكانز اللي هم الأمريكين الأصليين فتلاقين أنه ما تعرف تأخذ سايد واحد كأنه يقول لك عيش التجروة كاملة بهالموضوع لازم نتكلم عن المشهد الأسطوري للفيلم يعني البير سين مثل ما بيسموها اللي هي مستوحية من حدث حقيقي كلياً هيو غلاس حسسنا أنه مثل ما كنت عم تحكي منال عن point of view أنه هيدا من وجهة نظر الماما بير اللي عملت هالشي صعب هالمشهد نعم وأظن حتى يعني فيما يتعلق بإنتاج الثلم يعني تشوفون التطور المبلغ يعني أو خلي قول تصاعده من 60 مليون دولار إلى 130 مليون دولار و130 مليون دولار ولكن في مقابل أرباح رائعة جداً وأيضاً في مقابل اكتمال مشهد سينمائي يتكرر في ثلاثية التعاون الكبير اللي كنا نتكلم عنها قبل تسجيل حلقة ري والجوائز المتتالية أنه هلأ نحن عم نوصل للأوسكارز يلي رح تنبس على الثقافية بدنا نحكي عن هال هالبيريود من الأوسكارز يلي كانت كلها مكسيكية يعني سنة عن سنة ألفونسو كوارون ابتدى بعدين عليخاندرو جونزالس إنياريتو فيز بجائزة أفضل مخرج لبيردمان والسنة اللي بعد لـ The Revenant وبعده غيلار مودالتورو لـ The Shape of Water بقى كانت عن جد فترة من الزمن كلها مكسيكية عقبال السعودية وصراحة يعني هم فعليا يعني يعتبرون واحدا من أو أخيرا يقول هم يعتبرون مجموعة من المخرجين المميزين على صعيد السينما العالمية والسينما المكسيكية يعني أنا أتذكر في فترة معينة في الزمن كان لما تسألوا واحد عن المخرجين من المكسيك يتذكروا يعني جودروسكي مثلا بس ما أحد يتذكر أسماء كثيرا ما يحدث مع جيلنا اليوم يعني نحن نعرف كثير من المخرجين المكسيكيين المميزين جدا وحتى الممثلين أيضا لا وقدروا يتفوقون على فكرة أن المخرجين اللي كانت دائما لهم طابع لاتيني أنه كان It's all about drama وأنه متوجه دائما يكون مثلا بلغات لاتينية اللي هي فكرة بالبرتغالية أو الإسبانية فتلاقي مثلا كثير يتوقع أن الجمهور نخبوي جدا اللي يقدر يوصل لهذه الأفلام هي صراحة أنا حسها هذه من أفضل بركات هوليوت أنك أنت تدخل وتقدر تحب بصمتك يعني زي لما حكينا قبل فترة في حلقة سابقة عن باراسايت أنك أنت ما تبغى الثقافة اللي تجيك ويسيطر عليها بجانب أمريكي بحث وأنه يحولها إلى بلاكباستر بالطريقة التقليدية التجارية بينما أنك تجيب مثلا سواء الفنانين من أوروبا أو أمريكا أو الأمريكتين أو فكرة أنه من شرق آسيا أيضا زي لما حكينا بهذه عن إنجلي أنك تلاقيهم دائما يعطون فرش آي للمشاهد أنك خليه يشوف الموضوع بوجهة نظر جديدة جدا ومم تقليدية بالشكل اللي تعود عليه ومختلفين هن إذا عم نتكلم عن ألفونسو كورون وإنياريتو وغيلاير مودالتورو مبدعين كل واحد على طريقته الخاصة كل واحد عنده وجهة نظر سينمائية مختلفة كليا ترجع بتتعرف علي كلمة تحضر أفليمون يعني مش بيتشابه أنا كتحبش نهار عملهم مقابل ثلاثتهم سوى لأجهي تفك دير برينج تكون رائع جدا إبنتهم كلهم بس كل واحد لو تكون مع بعض بيكون شي رائع جدا وقلال مودالتورو بمثابة مارتن سكورسيزا بالنسبة إلي وطيوب ولزيز إن يريدتو وإهتماماته حتى بمجالات ثقافية وفنية متعددة هذا عجيب جدا فيه طيب خلينا أسألك عن حاجة كنا نتكلم عنها قبل تسجيل الحلقة يعني أنا كنت أتكلم دائما مع الأصدقاء أني أنا جدا واحدة من الأشياء اللي أحبها في هذا الفيلم اللي هي المقارنة اللي يعقدونها بين كثير من المشاهد اللي خلني قول صورت في أفلام للمخرج الروسي العظيم أندري تاركوفسكي فأظنها هذا أقرب فيلم اللي روح تاركوفسكي اللي هي خلني نقول تعرفين الأثر للفن العظيم اللي ما يظهر في الأفلام بسهولة لكن هذه المرة ظهر بشكل كبير جدا وبخاصة في السينماتوغرف حق ليوسكي ما هو تكريم أصلا إن يريدتو آل أنه هو تكريم للمخرجين اللي هو كبير يحضرون وهن انفلونس عليهم وأنا ما بفتكر في أي مخرج بهاليوود أو خارج هاليوود ما عنده انفلونس من المخرجين أو من لأنه كلهم محبي للسينما كلهم عشاق للسينما كلهم هيك بيستوحوا وبيعطوا تكريم هيك قماش شوي زغير للمخرجين اللي عندهن شديد العجيب وأكيد هون لا بس احنا برضو لازم نتكلم عن السينماتوغرفي يعني فكرة العناقات اللي عشناها مع الفيلم والانتقالات من مشهد إلى مشهد والمكان إلى مكان كانت دائما تعطينا انطباع إنه كأنها نفس البيئة كانها نفس المكان ما كان يعطينا انطباع إنه قاعدة الدنيا تتغير يعني كأننا نتخيل إنه منتقلوا من بلد إلى بلد لكن نفس الوقت تعطيك شعور الانتقال بالمشقة هذه يعني فكرة لوبيسكي الطريقة اللي قدم فيها الصورة الفنية اللي تعطيك شعور إنك تحس بالوذر اللي الشعور والطقس يتخلك من الشاشة تعابير ممثلين تحس فعلاً معهم بالبرد فاللي بغي تفرج لازم يكون دفيان بشكل جميل جداً اللي بيشوف الحلقة ونفسه طويل نفسه طويل جداً أظنه هذا هو جزء من الكلام اللي كنت تقوله إنه هذا مو من الأفلام بتحضرها وانت معاك يعني مثلاً حلويات والأفشار لا هذا الفيلم يجب أن تلتحم فيه تماماً وتعيش التجربة وأعتقد أنه في الجزء القادم بنتكلم عن هذه الأسباب اللي خلت هذا الفيلم له تقبل نقدي هائل جداً ولو أيضاً قبول جماهيري واسع كبير جداً ونتكلم في تفاصيل أكثر أدق وأعتقد أنه نحن مع فيلم مليء بالتفاصيل المدهشة بس أنا عندي نقطة قبل ما نختم هذه الفقرة اللي فكرة تتفقون أنها يعني هي تتويج المرحلة ليناردو ديكابري عبر هذا الفيلم أو تمنتوها تسبق هذا التتويج يعني طبعاً نتفق أنها مستحقة على هذا الفيلم لكن هل كأخرت أو أنه تمنينا فيلم أكثر؟ نا كل استحق من قبل أكيد يعني بجدارة أنا حسينا كلنا خاصةً لما فيز بالجيزة أنه وقفوا له أنه أخيراً أنه الإحساس كان أنه أخيراً إذا الإحساس هو أخيراً نصر لك عشر سنين نصر كيزي مع اختلاف المجال والسنوات اللي انتظر فيها بس الفكرة برضو أنه الليخاندر كونزالس أخذ أفضل برضو مخرج في نفس السنة لوبيسكي أخذ أفضل فيلم فقط البافتة ما أخذها صح بس كانت سنة صعبة أنه كانت سنة صعبة أنا أحب سبوتلايت كمان يعني ما فينا إختار بين الاثنين مختلفين كلياً الأفلام أكيد كان نستحق بجدارة أنه يفوز كباست فيلم لكن كان في شيء سبوتلايت أوقات هيك في شيء هيك بيلمس الأكاديمي مامبرز يعني بطريقة مختلفة ويا ريت ما في منافسة بين هيك أفلام إذن في الجزء القادم بنضع سبوتلايت على ذرفين أنت يعني ونناقش تفاصيل أكثر فيه دائماً الأفلام الملحمية اللي من هذا النوع فيه دائماً قصص كثيرة تحاك وتناقش ويصير كثير من الأحاديث عنها وأظن فيلمنا هذا اليوم يعني هو واحد من الأفلام اللي فعلياً مليئة بالتفاصيل من هذا النوع ابتداءاً سواء من الممثلين اللي كان يعني كان في رغبة في التعامل معهم في هذا الفيلم أو في القصص الأساسية أنه كيف مثلاً كيفاً جولدزمان كان يرغب بشكل كبير جداً بحيش راح حقوق النص السينمائية ولكن نشر بونك الرواية بشكل مبكر خاصة عن قصة هيوغلاس اللي هو يعتبر أقرب إلى القصة الحقيقة والأسطورية أيضاً في تاريخ أمريكا على الأقل في الجانب الشمال من الولايات المتحدة الأمريكية وصح ومستوحة من أحداث حقيقية بس دايماً مثل كل الأفلام الروائية مستوحة من هالأحداث الحقيقية ودايماً بيصير فيه نقاش أنه هيدا مش الأحداث الحقيقية الدقيقة دايماً فيه المشاكل التاريخية اللي صارت بهالوقت وبيصير فيه نقاش حول الأفلام مثل The Revenant وأكيد صرف هالشي لما ظهر هو من جانب برضو نقدي كان الفيلم معقد في الطرح من ناحية أنه هل هو نقد للقصة طريقة تناولها المدى صدق البيئة يعني إحنا نعرف أنه تمت أحداث تقريباً عام 1328 تقريباً فأحنا نتكلم عن مدى بعيد 1800 أي 1823 لا دقيقة فالذكرة أنه وجوده في حق يعني كانت تعاصرت كثير مشاكل متعلقة بالبيئة يعني وجود فرنسيين وجود بريطانيين وجود أمريكيين قبائل الأصلية قبائل الأصلية ومشكلة السكان الأصليين وطريقة تصوير يعني فيه مثلاً كثير كان فيه ردود فعل من المنظمات التابعة للحقوق الأمريكيين الأصليين أنه يدرون أن الفكرة قائمة على قصة حقيقية لكنها عز عليهم أو ربما كان جزء كبير من اعتراضهم أنه كان فيه تكريس الفكرة كأنه القبائل الأصلية لم تكن تدافع عن نفسها بقدر ما كانت تهاجم وهم برأيهم أن هذا أمر غير حقيقي وتكريس أن الرجل الأبيض دائماً هو ينعم بالخير وهو اللي يحقق كل الإنجازات وأنا دوري فقط يعني القبائل الأصلية أني فقط أهاجم لأنني أبغى ينحط في سياق الدفاع عن النفس هذه المشكلة إحنا ما أتوقع أنه في فيلم أمريكي تناول سكال أصليين ما نجى منها وأتوقع أنه بيظلوا ما رح يتجون منها فينا نتكلم عن كيلرز اف دي فلاور مون يلي هلأ ظهر مع ليونادو ديكابريو تحت إدارة مارتن سكورسيزي يلي بيأخذ وجهة مختلفة كلياً عن هالموضوع أكيد بناطق تاريخي مختلف كلياً من دي رابنين بس في تطور شوي بوجهات النظر بهوليوود على هالمواضيع بالزيت كيلرز اف دي فلاور مون هو المسأل الأريب كتير هلأ وحتى في أمثال سابق عن ذلاستوف موحكينز يعني كان أيضاً فيلمي يحاول بشكل كبير جداً أنه يعرض قصة للسكان أصليين كيف يعني تعرضوا يعني خليني نقول تفاصيل كثيرة جداً لكن أنا أظن أيضاً حتى جزء من الأشياء المرتبطة في تفاصيل موجودة أنه يعني خليني نقول مثل ما قالت ري أنه فيه أشياء كثيرة مضافة على القصة من أجل الضرورة السينمائية خليني نقول يعني حتى الذكر أجل الفيكشن أي وحتى الذكر كان دائماً اللي كان يكتب سيناريو معها النريتو كان يقوله دائماً لن ينجح الأمر بهذه الطريقة لا يمكن أبداً يعني القدرة على تحقيق هذه الأشياء ولا أعتقد أنه يتكلم عن تحقيقها سينمائياً يعني أقصد وليس فيما يتعلق بالنص The plot won't work The story doesn't work بقى بزبطوها على لا تتزبط القصة للفيلم للشيشة الكبيرة وأوقاتنا نحن ما بنعرف الفرق بس لازم نتذكر أنه لو قصة حقيقية مثل ما هي بيكون فيلم وثائقي ليس فيلم روائي لا وهي فكرة أنه إحنا نتكلم عن قصة حقيقية تحولت إلى رواية تحولت إلى فيلم صح هذه المرحلة Two stations اللي مر فيها الفيلم عشان يصل إلينا اللي فكرة إنه النقل الحكائي للقصة يعني أحيانا مثلاً يعني ممكن إحنا لو عشنا في هذه الحقبة أو سافرنا عبر الزمن ممكن نلقاها مختلفة بشكل أو آخر يمكنها ما كانت قائمة على الخيانات ممكن قائمة على فكرة النجاة يعني حتى من الجانب اللي كان فيه غدر من الزملاء يعني هيو غلاس نفس الفكرة إنه هو يمكن دافعية النجاة حقتها كانت ممكن تكون مختلفة نوعية الإصابات يعني نتكلم عن مشهد عنيف جداً ومشهد من أحدث المشاهد اللي صورت بتقنيات الكثيرين كانوا وصارت مرتبط بالفيلم طلعت إشاعة طلعت إشاعات كثيرة إنه قالوا هذا دب حقيقي وإنه اللي خاندر و جونزالس يسويها ويجيب لك دب حقيقي يعني كمان ايه لا ما كان حقيقي الدب طبعاً طبعاً طيب رأي بحكم أنك أنت قريبة من هولوود كثير يعني خليني أسألك السؤال هذا هل تعتقدين أنه كريستين بيل ولا شون بين مثلاً بشكله بياخر ندمه على الاعتذار على الأدوار يعني مكان توم هاردي اللي هو شون بين وأنت يا كريستين بيل مكان ديكابري وخاص أنه حاصل يعني حاصل الأوسكار هلا أكيد بيندمه حكينا عن فورس جوم بحلقة ماضية أكيد جون تريفولتا ندم أنه ما أتقن أنه ما أخذ الدور الرئيسي بس مثل ما بقول دايماً كل ممثل بيعطي نكهة مختلفة أنا كريستين بيل بلاقي من أكتر النجوم موهبة يعني بنفس مستوى ليونادو ليكابريو كان عطى الشخصية كمان نكهة مختلفة يلي هي مختلفة من الشخصية الأساسية يلي هي هي هيو غلاس ندمه ما بعرف إذا بيندمه لأنه حسب الأدوار يلي كمان بينيلوها بالمستقبل نعم صحيح بس أحياناً يكون في بعض الخيارات اللي قد تبدو يعني للناس كذا يعني مثلاً بعضهم يرفض الأدوار معين يقول أنا ما أحب مثلاً أفلام الحركة المبالغ فيها وبعدين نكتشف أنه بدي يتحول إلى موثرة في أفلام الحركة بشكل كبير جداً هلا إنياريتو لما هو استلم المشروع كان ليونادو ليكابريو الحيار الوحيد إنياريتو بيحب يختار ممثلينه هو يعني مثل بكل الأفلام اللي شفناها هو بيعرف يختار الممثل المناسب لكل دور مثل ببابل مثلاً إتساترا منه حداً ومشتغل مع شانبان بيتونس وان كرامز وهو بيعرف كيف يختار يعني أنا I trust his choices وصراحة يعني اللي شافوا الفيلم هذا والأفلام الأخرى اللي ناريتو يعني يعرفون تماماً فعلياً لأي درجة هو جيد فعلاً في اختيار الممثلين وحتى تفصيل الأدوار اللي تناسبهم بشكل كبير جداً يعني توم هاردي يعني إذا أنا ما خانتنا ذاكرة كان يمثل دور فتس جيرالد اللي كان الصياد الآخر فعني صراحة يعني أيضاً عطل الدور يعني أنا أحبه كثير صراحة في أداءه شاطر كثير توم هاردي وهنا أصدقاء مع ديكابريو لا وهي صراحة أنا مثلاً توم هاردي بسبب لي جزء منه إعادة اكتشاف له يعني صح أنه هو برز في أدوار سابقة لكن الكيمستري يمكن اللي بينه وبين ليوناردو كان جداً يعني نعكس بشكل عدائي في الفيلم لكن خليك تفكرين أنه كانوا متدربوا لفترة طويلة جداً يعني كان شكل أورغانيك جداً في العدائية وإظهار المشاعر وفكرة أنه برضو سطوة اللحظة يعني كانت أنتوا لو تلاحظون أن الفيلم كان قائم على أنه ما هي خطة طويلة المدى أنت تقرر في لحظتك أنت وين تروحي مين أو يسار أنت صح أو خطأ أنت تأخذ الخيار الأول أو الخيار الثاني يعني ما كان فيه فرصة وهذا توقع تحسون المشاهدين اللي بيشوفون الفيلم أنه ما كان فيه فرصة أنك تراجع قراراتك إلا بعدين كما تستويها اللي هي ممكن تكون مثل الفنانين اللي اعتذروا عن الأفلام الموسيقى هذا واحد من الأفلام اللي متقشف جدا بشكل غير اعتيالي فيما تعلق بالموسيقى المصاحبة وأعتقد أن هذا خيار إخراجي كان كل شي خيار إخراجي مع إنياريتو مثل ما حكينا عن إيمانويل لوباسكي أيضا أنه بيتحوط بالتيم تبعيته بيبني فيلم مع فريق عمله مش لوحده سكورسيزي بيعمل هالشي كمان يعني عنده التيم تبعيته بيتكلموا عن الفيلم أبل الموسيقى السينماتوغرفي المخرجين ما بيخلي شي ما اختاروا من قبل هيك بيشتغل إنياريتو وصراحة يعني أعتقد أنه هو واحد من الأسماء اللي فعليا كل مرة نسمع أنه فيه خبر جديد لفيلم يعني يعمل عليه كل ما نتحمس أكثر الاستمتاع بعمل سينمائي أعتقد أنه هو يؤكد دائما أنه السينما مازالت قادرة على إنتاج أفلام عظيمة جدا ومميز جدا وملهمة أيضا للخيال الإنساني والقصص التراث الإنساني أنا ما ودي أن المشاهدين الآن اللي بيشوفون الفيلم يحسون أن عطيناهم تخويف من باب أنهم they can't have a snack أو أنه ما يقدرون يتنفسون بشكل كويس لكن فعلا هي كان صيحة مننا أنه نغمسوا في الفيلم فعطوا فرصة كاملة للمشاهدة وأكيد أنه يمكن أن تتقررون أنه هل هي كانت رحلة انتقام أو رحلة نجاة وجيبوا السناكس قبل ليش خلال الفيلم بس ونتمنى لكم ليلة سعيدة جدا ويعني خلنا نقول مليئة بالمتعة شكرا رايا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم